اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين تبدأ الكتل السياسية والحكومية بتشكيل لجان تحقيق وتفصي بعد كل انتكاسة امنية بعد كل حادثة تتعرض لها البلاد وسرعا ما تخضع تلك اللجان قبل بدء عملها الى التقسيم والمحاصصة ايضا وتصبح عرضة للمساومة ووسيلة للتسقيط السياسي ورغم كل ذلك لم نشهد اي لجنة وصلت للحقائق وكشف المذنبين او المتسببين بتلك الحوادث لذا لم تعد تلك اللجان نافعة وهي تستخدم كعادة للتسوير وفرصة لضياع الحقائق لماذا غابت النتائج في اللجان التحقيقية؟ لماذا لا يستجرب الكثير من السياسيين لاعتبارات الشخصية؟ من يتابع عمل اللجان التحقيقية؟ ولماذا لا تخضع لساقف زمني محدد؟ ومن المسؤول عن ادخال تلك اللجان في قضايا المحاصصة والتقسيم؟ هذه الاسئلة سنطرحها على ضيوفي لكن بعد مشاهدة هذا التقرير تمر على بلادنا الكثير من النكبات والازمات وسرعان ما يتخذ السياسيون قرارات بتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذه الحادثة او ذلك الملف الذي يتسبب بهدر المال او عن حجم فساد في وزارات الدولة كافة تنطلق تلك اللجان ومع انطلاقها تنطلق المحاصصة بين الكتل ويدار الملف والاستجواب في الغرفة المظلمة تلك الاجراءات الروتينية ومقابلات التحقيق التي عادة ما يتم تسويفها دون نتائج تظهر في الاعلام او يعرف بها الناس ملفات كثيرة خضعت للجان تحقيقية وقضايا مهمة هي الاخرى تشكلت لجان لاجلها لكننا نرى انه بحادثة جديدة او ملف جديد يصرف النظر عن القضية القديمة وهكذا هو حال تلك اللجان اذ يطالب المختصون في الشأن القانوني ان تتولى اللجان القضائية المستقلة متابعة سير القضايا دون التدخل السياسي القائم على التسقيط والصراع وهذا هو حال جميع اللجان فالمواطن العراقي الذي بدأ يتحسس كثيرا من مفردة اللجان بات لا يقتنع بكثير مما يجري وسطا عدام للثقة بمن يمثله في مجلس النواب سيما وان هناك قضايا تهدد امن المواطن فلن نسمع بنتائج اللجنة التحقيقية التي كلفت لبحث ملف سقوط الموصل وذلك الامتناع الكثير من الرموز السياسية للحضور والاجابة عن الاسئلة التي تقدمها لجنة التحقيق المقسمة بين الكتلة كيف لممثل الشعب الذين تكون مهمتهم حراسة الدستور وحماية الديمقراطية ان يتخاذلوا عن كشف الجرائم وملفات الفساد واين الامناء عن المال العراقي الذي اصبح عرضة للنهب والفساد تحمي الكتلة الكبيرة وتغطي كل الملفات التي يتورط بها افراد كتلتها ويبقى المواطن العراقي تطلع لنتائج كثير من الملفات تحقيقية ويرغب بالكشف عن الذين اسهموا بخراب هذا الوطن رحب معي اعزائي المشاهدين بكل من النائب عن لجنة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الدكتور هيثم الجبوري وايضا النائب عن اللجنة القانونية في مجلس النواب الاستاذ علي المرشدي والقيادي في اتحاد القوى الاستاذ حيدر الملاء ابدأ بسؤالي لك دكتور هيثم هذا اليوم اريد نعرف شنو هذا التسويف اللي موجود في اللجان في مجلس النواب العراقي يعني لم نشاهد لهذا اليوم اللجان قدرت ان نتحقق نتائج ايجابية او نتائج فعلية في مجلس النواب وهذا اليوم نحن في الدورة او العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك ولي ضيفيك الكريمين ولكل مشاهدي قناة الرشيد الفضائية يعني تتعرفين بان التحقيق هو فن عادة حتى في داخل الاجهزة الامنية يعني قضية التحقيق تكون هناك دورات وتكون هناك تخصصات في هذا العلم او الفن لذلك يعني حقيقة ضعف التحقيق لدى السياسين احد اسباب عدم اكمال ملفات التحقيق او ملفات تقص الحقائق القضية الاخرى عادة ما يكتب من مجموعة من السياسين والتحقيق يكون فيه كتل سياسية مختلفة يعني افهم من كلامك سيد هيثم ان الكتل السياسية هي من تسيطر على اللجان التحقيقية او اللجان داخل قبة البرلمان العراقي وهذا التعطيل الحقيقي لعملكم في مجلس الواقع هو يكتب بوجهة نظر سياسية لا بوجهة نظر مهنية يعني عندما يقرأ التقرير حتما عندما نحقق مع شخص معين او نحقق مع وزارة لملف معين هذا يتبع لكتلة سين او كتلة صاد او للمكون سين مكون صاد وبالتالي مكون قدر الامكان حتى لا تكون اساءة تحسب عليه يحاول قدر الامكان تسويف هذه اللجنة واذا ما سوفت هذه اللجنة تسوف النتائج او تسوف التوصيات يعني المواطن يفهم يعني عندما تشكل اي لجنة في مجلس النواب العراقي يعني يعرف ان القضية سوفت يعني ماكو او ضاعت القضية احنا ما نقدر نقول مية بالمية هالشكل لان كل جاء نوصلنا بها الى نتائج ما طلعت ولا نتيجة على ايضا الواقع طلعت رسال مشكلة وين ستخيفاء يعني مثلا اللجنة السابقة اللجنة البرلمانية اللي حققت بقضية البنك المركز العراقي نعم شون النتيجة حولت ملف للنزاهة ملف كبير حسبت من وحنا ما نقدر نحاسب احنا لا شرطة ولا قضاء لا لا يعني انت من شخصت الخطأ حسبتم من يعني من هو المحافظ انعزل مبكتها المحافظ وانعزل المستشارين ومدرعامين كثيرين نعم صحبت اليد منهم بس ثاني مختصاصي لا نزاهة حتى اكمل التحقيق واثبت من وهذا فساد او لا نحن نقول هذه شبهات فساد لكن المحافظة المحافظة طلعت قرار السياسي يعني مو بلجنة تحقيقية موهن ذلك هذا المواطن المواطن والكل يعرف بهذا الشيء ابدا ستيفة هذا الكلام مو صحيح وانا اتحدى من يتكلم بهذا الموضوع يعني قابلنا مباشرة وانا اطرح ما لديه الملفات اسمري نرجع لهذا الملف بالذات انا ذكرته كمثال لكن شون بقيتها المحكمة المسألة الأخرى اكو خيبة امل هوان داري دحشي هاي النقطة اكو خيبة امل كبيرة من ملف القضاء سلطة القضائية ومن ملف النزاهة يعني عندما نسمع من قاضي يحكم شخص ويقول لكفاية الأدلة نحكم على فلان شخص سبع سنوات يعود نفس القاضي بعد ثلاثة شهر يقول عدم كفاية الأدلة نبرأ هذا الشخص نفس القاضي ليقول عندي كفاية أدلة يصير ما عندك كفاية أدلة القضاء برأة القضاء يعني الحكومة السابقة يعني مثل ما تحدثت اقالتها لكن جدت الحكومة الجديدة وبرأتها والدليل على هذا انه سيد مضر اليوم مستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء اولا الحكومة لا تبرأ ولا تتهم الحكومة مو شغل المحكمة اللي يبرأتها استاذ هيثم استاذ هيثم اتحدث لي بكل واقعية اتحدث لي بكل واقعية انطيني مثل حقيقي انه اللجان التحقيقية يعني طلعت نتيجة ايجابية وانطتنا نتائج منصفة يعني ومهنية انت ذا تاخذين دور القاضي والدافعين دور القاضي انا اعرف انت ما تقدرين دافعين انا بالنسبة لي عرضت ادلة وعرضت وثائق دامغة الانسان لعمي حسب انه هذا فساد كبير نفسه دكتور حيدر العبادي نعم وموقع على ورقة يتهم فيها سنان الشبيب على انه تسبب بهدر مال مقدار اكثر من ثلاثة مليار دولار نعم فاذا كان هذا المتهم بريء فالدكتور حيدر اللي وقع على هكذا ورقة معناها التهم شخص هو بريء نعم معناها ارتكب خطأ اما اذا نقول لا بانه كانت اللجنة توصياتها صحيحة وهي صحيحة مئة بالمئة ودكتور حيدر وقع على شيء صحيح ولكن عندما القضايا تعرض الى ضغط سياسي هذا اللي تحدثنا هذا ليس شغلتنا احنا نعم يعني يكون ضغوطات باللجان بالقضايا يعني الله يستونا من تالي خليني انتقل الى سيد حيدر الملا اليوم اريد نتحدث بواقعية يعني مجلس النواب التشريعي مجلس النواب اللي هو ممثل الشعب والغطاء الدستوري اليوم اريد نتحدث بكل واقعية هل هناك لجان حقيقية لكشف الفساد لكشف ملفات مهمة جدا ملفات امنية عسكرية اتحدث لي بكل واقعية المواطني ردي يسمع يعني ملينا بعد هذا وانت معضو بيلمان سابق وقانوني ايضا شكرا جزيلا تحية لحضرتك وللضيوف الكرام شف يا ست هيفا انت تناولين ملذ في غاية الاهمية ولكن حتى نفهم الاسئلة اللي حضرتك تريدين ايجابات عليها نحتاج الى مقدمة في ان نوضح بعض الامر اولا طبيعة النظام السياسي في العراق يؤسفني ان اقول رغم مرور اثناء السنة لكن لم يكتمل بناء هذا النظام السياسي لحد هذه اللحظة ما زلنا في مربع سراع السلطة وليس في مربع السراع من اجل بناء الدولة وفي سراع السلطة قد تختلط بعض المفاهيم القضية الاخرى انت تتكلمين عن قضية الرقابة يؤسفني لحد هذه اللحظة لا وسائل الاعلام ولا الكثير من ابناء الشعب العراقي ولا الكثير حتى من الكتلنا السياسية تدرك الدور الرقابي وطبيعته وانواعه لكن الريد السياسي دوك والكتل السياسي المواطن المواطن يدوك لكن السياسي الرقابة هي عبارة عن ثلاثة انواع هناك رقابة شعبية اللي تقوم بيها السلطة الرابعة منظمات المجتمع المدني بالناس من يطلعون في تظاهرات هناك رقابة قانونية هي من اختصاص السلطة القضائية وهناك رقابة سياسية يقوم بها مجلس النواب طبيعة قرارات مجلس النواب ذات صبغة سياسية بمعنى انا من اجي انطي اليوم منح الثقة للحكومة وللوزير في الكابينة الوزارية هو قرار سياسي وقرار سحب الثقة هو قرار سياسي وطبيعة الرقابة هي ايضا رقابة سياسية بمعنى اخر من اجي اني اليوم امارس هذا الدور الرقابي بناء على معطيات موجودة عندي استجوب وزيرا ما استضيف وزيرا ما اوجه سئلته ما القرار الذي يصدر من عندي من مجلس النواب هو ليس قرار قانوني لا استطيع ان ادين من امارس عليه دور الرقابة هذا اختصاص لكن يقل لك يقل لك هنا الدكتور هيثم الجبوري انه في الدورة السابقة صارت ادانة لاشخاص معينة والقضاء برأهم بسبب يعني يمكن عدم ثبوت الادلة بسبب ضغوطات سياسية مثل ما تحدث يعني هذا اليوم ايضا السياسة والضغوطات السياسية تدخل باللجان التحقيقية واللجان القضائية استاذ هيثم كان واضح هو قلش لا نملك احنا مو قباء رجل كان واضح يقولي احنا مو قباء حتى نملك الادانة نحن نملك القرار السياسي في ممارسة الدور الرقابي هذا الي ملك يعني قلت لك اليوم انا خلي اسوي لجنة تحقيقية تتوصل هذه اللجنة التحقيقية سياسة لو مهنية بالتحقيق خل اكمل المهنية هنا هو الرقابة السياسية يعني لا تعتقدين لما اقول لك رقابة سياسية هي تبتعد عن المهنية طبيعة السلطة التشريعية تمارس رقابة سياسية كما القضاء يمارس رقابة قانونية كما الاعلام يمارس رقابة شعبية وتجاوز كل هذا وجهة نظري تطيني مجال حتى وضح لي ما داري دا أتكلم وجهة نظري لما يجي نستجوبة منملك حتى لو نثبت من خلال عملية الاستجواب هناك لا سامح الله سريقة للمال عام من يجي نصدر قرار بسجنة بحبسة لا نحول هذا الملف للسلطة القضائية والسلطة القضائية ممكن تبدأ بالتحقيق من جديد وقد تصل إلى معطيات أخرى لكن احنا اختلطت الأمور لماذا لدينا بسبب المقدمة التي قلتها في أننا ما زلنا في مربع صراع السلطة ولذلك اختلطت الأشياء على العكس شوفي نعم أكو أخفاقات لأنه الكثير من اللجان التي صارت أدنى التحقيق في البرلمان صارت دخلت فيها قضية المزايدات السياسية دخلت فيها ملفات أصلا ليست من اختصاصات مجلس النواب يعني تجيني اليوم لجنة التحقيق في سقوط الموصل ماذا العلاقة مجلس النواب هذا الموصل حقيقة بس نوع من المزايدات السياسية الناس وصارت عليها لكن المواطن المواطن العراقي أستاذ حيدر وصارت كثير من اللجان عدد سعيك توافقني رأي المواطن العراقي هاليوم من يسمع والله حولنا فلان ملف وفلان قضية إلى لجنة تحقيقية يقول راحت ضاعت ضاعت لأنه صارت تسويث صارت تسويث يعني هذا اللي يعيسي يعني تحدث لبقوله صارت مزايدات وعدم فهم أنا واضح تقوليك عدم فهم بطبيعة الدور الرقابي القضية الأخرى بسبب صراع السلطة صارت الكثير من المزايدات السياسية والكثير الملفات هي فقط للاستهلاك الإعلامي في حين وضاعت في ظل هذا الضجيج الكثير من الملفات يعني فتحت الكثير من اللجان التحقيقي على مدار الدورات السابقة لا الكثير فتحنا ملف شسم التحقيق في شركات الهاتف النقال في عدم تزديد قصة الرخصة ووصلنا ودخلنا أكثر من 3 مليارات دولار من شركات الهاتف النقال إلى هيئة الإعلام والاتصالات الكثير من اللجان التحقيقي التي تمت ذا طابع مهني لكنها ضاعت في كم الضجيج العائل وفي ظل المزايدات السياسية التي أعطت صورة مشوهة عن مجلس النواب القضية الأخرى طبيعة السلطة التنفيذية بحكم عدم استكمال للبناء المواسسات في الفترة الماضية لا تهمت بقى شوية سيد حيدا نعم هذا كل صحيح ما مختلف فيه طبيعة المرحلة الماضية أيضا كانت هناك إرادة في تسليط الأضواء فقط على مجلس النواب يعني اليوم ستسألين أي مواطن بالشارع العراقي سألين اليوم مو ضمن السلطة التشريعية مو عظم لكن ضمن خليني أوضح الأمور بحقائقها تجي لسمعين نعم تجي لسمعين اليوم والله يا أعضاء مجلس النواب اللي أدهم السيارات المصفحة أعضاء مجلس النواب اللي أدهم الامتيازة هذا صدق يعني أنا مو صدق أنا مو صدق هذا مو صدق مو صدق مو صدق لا أنا مو صدق خلي أكمل يا ستنان مو عنده يعني سيارة مصفحة أنت خلي برنامج بيت ينطوت ثلاث ملايين حتى يأجروا لبيت بالمنطقة الخضراء يعني يكون مميزات خليني أكمل حتى تفهمين الفكرة والمشاهدة أنا أفهم الفكرة أنا أريد الموافد يعني ديك اليوم مدراء آمين مدراء آمين عضاء بالهيئات المستقلة ممكن عنده سيارتين وثلاثة مصفحة في حين من الدورة الأولى لكن أنتو شرعتوا هالأمتيازات أستاذ حيدر أنتو شرعتم إذا رح تتحدث عن الامتيازات فتفتح لي موضوع ما ينسد أنتو شرعتم هالأمتيازات للوزراء وللوكلاء وللمدراء العامين وللفرلماني أنتو اللي شرعتم خليني آه أنتقل يعني خلي موضوع موضوع يصدقيني حتى نستفاد يمون شوفي يعني ستأتي لحظة كلنا من وسائل الإعلام إلى طبقة سياسية حتى إحنا رح نتعب من قضية أن نهيج الشارع من منطلقات غير علمية خلينا نوصل بأشياء حتى تكون بيها نتائج وحقائق علمية صدقيني الناس بتستفاد من عندها أنا من عندي أستاذ حيدر أخذوا مميزات وكل شيء أخذوا بس توافقوا سياسيا كل شيء ما أريد لا لا سيفاء موك خيل التهم لا لا موك خيل التهم نحن متهم يعني هزا تنزل الشارع العراقي دكتور أنتقاري تقالو الموازنة أي شخص بالشارع العراقي هذا طبعا قارئت وقارئت دستور وقارئت كل شيء قانون الموازنة شوي دكتور اليوم نطيني المجال هاليوم أي شخص تجي بالشارع العراقي وتسأله يقول لك البرلماني عنده مميزات الوزير عنده مميزات المدراء العامين عنده مميزات يعني صدق له أنا أقل تساؤلات مواطن هاليوم أنا لسان المواطن لسان الشعب اليوم ما أنا أقدر أقول حاشاكم فلان حرامي سهول أقدر أقولها لا نحن ما حجينا حرامي لا نحن ما قلنا حرامي لا نحن ما دعا أقول دعا أقول كلمة هسانية أقدر أقول فلان فاسد فضل يحتاج سنتين ثلاثة حتى يثبت منه ما فاسد ليش لأنه الانطباع الأول الكلمة التهمة وكلمة الشبهة سهلة بس الدفاع ودفع هذا الشبهة مو سهل الآن مثلا قانون الموازنة نحن مثبتين بأصل قانون الموازنة مجلس النواب على أنه رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء من حقه أن يمتلك ممكن مالته خمس سيارات نعم فوج بتلاق الوزير الوزير ثلاث سيارات فوج فوج أقول مني خالف مني خالف يعني أنا من أكتب رئيس الجمهورية خمس سيارات بقانون الموازنة وهو قانون أكتب الوزير ثلاث سيارات ويجي الوزير سبعين سيارات نعم هذا كلام يعني حقيقي وليش النائب يتهم النائب دايدافة قلي قلي نعم خليلي ناخد السيد مستحيل تعرفين ولا نائب استلم قطعة أرض ولا نائب استلم سيارة لا نائب استلم قطعة أرض ولا نائب ولا نائب نحن مو هي مشكلتنا هاليوم مو مشكلتي تستلم قطعة أرض أو تستلم سيارة المشكلة مالتي أنه تتوحدون وتتكاتفون وتصير لجان تحقيقية تحقيقية عادلة وهاليوم الدور الرقابي مالكم استاذ حيدر الدور الرقابي لكم أنتم مجلس النواب المواطن ينتظر هواية شغلات أنه تطلعون بلجان تحقيقية حقيقية تهم المواطن هذا اللي كنا نقصده وبالعافية عليكم إذا كان أكم تيازات استاذ علي هذا اليوم أريد نتكلم عن اللجان التحقيقية اللي هذا اليوم المواطني تأمل بكم أنتم أعضاء مجلس النواب الحقيقي أنه تراقبون يعني أنتم دوركم الرقابي ودوركم أيضا التشريعي هاليوم الكتل السياسية اللي موجودة يعني بسبب الصراعات والتوافقات السياسية ضيعت علينا السالفة يعني كل لجنة تحقيقية تجي المجلس النواب أو تشكل هذه اللجنة التحقيقية يعني المواطني يقول والله القضية ضاعت شون أنتم كمجلس نواب تفعلون دوركم بالرقابة وأيضا باللجان التحقيقية نعم شكرا جزيلا لليتش وتحية طيب لك ولضيفيك الكريمين أعتقد اللجان التي تشكل وطبيعة اللجان التي تشكل وقصوصا اللجان المهمة لا تأتي بنتائج سريعة واليوم عندنا شاهد حي موجود على أرض الواقع حادث اغتيال الرئيس الحريري قبل أكثر من سنوات مضت عليها ولحد اليوم لم تصل إلى نتائج وحادث الموصل لم يمضي عليها سوى أشهر وبالنتيجة هذه نعم سنوات صغيرها حادث الموصل ما صار إلى أشهر من تشكل وبعدها طبيعة هذا الملف طبيعة كبيرة يتعلق بمنظومة سياسية ومنظومة أمنية ولم يأخذ شخص واحد حتى نذهب مثلا نجي قاعد أقبارنا ونأخذ من عندما نريد القضية الأخرى اللجان التي تشكل ليس لجان اقتصاصية يعني الأخوة ذكروا اليوم لجانة الأمن والدفاع ما بها قانونيين يعني مو أكثرهم قانوني حتى يقدرون يشخصون الحالة ولم يكن هناك مدعي عام موجود حتى يقدر يشخصون الحالة ولم يكن هناك أيضا استجابة لكثير من ما يردون في اللجنة التحقيقية اليوم الملف معقد لا تصورين بالسهولة نقدر اليوم نحق نتائج على وضع يعني بلد يعيش أزمة أمنية وأزمة اقتصادية وأزمة نسميها سياسية وبالنتيجة اليوم لا ننتظر من هذه اللجان أن تحقق لنا شيء وإنما نمضي باتجاه توحيد أبناء الشعب العراقي باتجاه واحد من خلال التصريحات السياسية من خلال تفعيل القوانين المهمة داخل مجلس النواب اليوم بدلا ما نمضي باتجاه التفرقة من خلال ضرب هذا واتهم ذلك وقد يكون نفس المتهم أو الذي يحقق معه لم يكن هو حقيقة متهم بهذا الملف اليوم نحتاج إلى أن نشرع القوانين المهمة التي توحد العراقيين التي تؤسس لنا سياسة اقتصادية صحيحة لكن أريد يعرف سياسة النائب لماذا تخضع كل الملفات التحقيقية إلى المساومة السياسية يعني كل الكتل هذا اليوم مسؤولة عن هذه اللجان لأنها لم تخص طرف واحد وإنما تخص أطراف يعني قضية الموصل اليوم من يتهم بقضية الموصل الموصل يعني كان الاتهم موجه إلى أقليم كردستان وموجه للحكومة العراقية السابقة وموجه إلى قادة الجيش والشرطة وموجه إلى سياسيين وموجه إلى أفراد يعني أشخاص عاديين مواطن عاديين هؤلاء ليس بالعمل اليسير اليوم القضاء القضاء إذا ما يجى فد واحد قاتل له واحد أروحه قد تطول قضية التحقيق معه إذا فد شخص يقتل فد واحد وأيضا الأدلة متوفرة ويظل يطول أكثر من سنة سنتيا يا الله القضاء يحكمه بالقضية التي هو معتقد بيها قضية شخص واحد كيف إذا كانت سقوط عاصمة أو محافظة هي من أكبر المحافظات العراقية بعد يعني العاصمة لذلك القضية موسهلة ننتظر اليوم أن نحقق نتائج وبعدها شلو النتائج لنحقيقها بالموصل يفتح تقدين يعني ويعتقدون كل أبناء الشعب العراقي يعتقد أن نوجه الاتهام لشخص يقول تسقط الموصل نحن نقول بس كشف المذنبين يعني سيادة النائف يعني المهم كشف المذنبين لا لا الموصل أمام الغي العام يعني يحتاج إلى كشف الحقائق نعم سقوط الموصل الوابحة لكل العراقين اليوم السقوط الموصل يتحملها الكثير ما يحتاج إلى الجنة لا 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 يحتاج إلى كثير اليوم أنا أقول بصراحة من كان متصدي للعمل في ذلك الوقت سواء كان شرطي أو جندي أو ضابط أو رئيس يتحمل التقصير لأنه القضية قضية تضامنية ممكن اللي يفر من يعني الخندق يتحمل مسؤولية وممكن اللي أنطأ وامر بالانسحاب يتحمل مسؤولية وممكن السياسي المتخادل أو السياسي الذي كان دافع يعني خلنا نقول بالاتجاه المعاكس أيضا يتحمل مسؤولية بالتالي يعني القضية أنا باعتقاد يكون لها نتائج ولا تتوقعون من يعني لجنة سقوط الموصل أن تحقيق نتائج لا اليوم ولا باتر بل أنا ما أحضر باقي اللي جان سيادة النار تختلف أنا أقول حجم اللجنة إذا كانت اللجنة يعني اليوم دخلنا بلجنة جديدة هي لجنة التحقيق في سقوط الأنبار نعم وهذه طبعا مثل قضية الموصل نفس القضية أنا أقول هاي القضايا اللي بيها يعني خلنا نقول يكون ملفة شائك مستحيل نطلع بها رأس ونقدر نحقق نتائج لكن لا تعبونا يعني بالإعلام خلينا نلغي اللجان خلينا نلغي اللجان أحسن هاليوم ملفات كبيرة وكثيرة والفساد المستشري في دوائر الدولة يعني اليوم نحتاج منكم كرقيب نعم وأيضا لاتشرعون القوانين في مجلس النواب جهود كبيرة في كشف المفسدين يعني هاليوم نحن نعيش في أزمة والبلد في ميزانية تقشفية وأيضا الفساد موجود يعني ومستشري على أوسع الأبواب خلينا نتحدث بكل صراحة لاحظة حيفاء خليك وليش في شي رح أذكر ليش اللجان المهمة اللي الآن موجودة في اللجنة المالية نعم نحن ابتداء تأتينا معلومة أو يأتينا ملف نعم وعادة ما يأتينا ما عن طريق الإيميل أو عن طريق الفايبار أو عن طريق شخصي نعم هذا الملف يأتي خيط منه ما يأتي بالكامل تبقى علاقات هذا النائب بأنه شقد يقدر يكمل هذا الملف بواسطة موظفين بواسطة شخصيات مثلا ما تنتمي لهذا الوزير أو ذاك الوزير شخصيات متأذية من هذا الوزير نعم يعني نشتغل شغل استخبارات كأنه نجمع هذا الملف هذا الملف ننظر فيه هل فيه شبهة فساد شبهة وليس فساد نعم 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 فيه شبهة فساد نعم عندما نقول فيه شبهة فساد يأما نحن نحولها مباشرة للنزاهم هذا من حقنا نعم وهذا حقيقي كثير ما يفعله هو أعضاء مجلس النواب يعني مو معناها كل شبهة فساد نحن لازم نشكل بها لجنة تحقيقية نعم أنا من الحقي الآن خاطم مجلس القضاء والنزاهم مباشرة من غير لجنة تحقيقية أو لا مثلا مرة تحتاج قوة نيابية أمر نيابي حتى ينطيني قوة بالتحقيق نعم للمرة أريد أستدعي وزير أريد أستدعي رئيس وزراء أريد أستدعي مدير عام وحدي ما أقدر أسويها إذا ما عندي قوة نيابية أجي أحقق بهذا الملف وجدت بأنه أكو شبهات فساد أنقل هذا الملف للنزاهة لأنه باحتقاد أكو شبهات النزاهة راح تحقق من جديد ستهيفاء نعم تطلب هذه الملفات وتطلب ملفات غيرها بالوقت يعني ومشكلة هذه ستهيفاء وصح أنت تفضلت بوقيت بس هذه آليات لازم نحترمها آليات دستورية مو كيف نتجاوزها نعم أبو التحقيق أبو النزاهة وراء ما يكتشف أنه هاي حالات فساد يبوّبها على يامادة ينقلها إلى مجلس القضاء مجلس القضاء يرجع يحقق من جديد مرة ثالثة ويقول هذا فساد يبوّبها على يامادة بعد قانونية هذه بعد مو شغلتنا من تطلع من إيدينا تسوّب بالنزاهة تسوّب بالقضاء شوف سأكون لجانا عدنا قبل يعني ما تكمل يعني كلام عن اللجان المهمة التي تعملون بها اليوم اللجنة المالية لجنة مهمة جدا في مجلس النواب العراقي لكن أريد أعرف إذا النائب المفسد من كتلته شون راح يتعامل وياه يتعامل نفس الحماس والرغبة أنه يكشف هذا الفاسد لو يقول لا لأن رئيس القتلة خافز على عليها وبعدين رئيس القتلة يسبب لي إحراج ومشكلة وأيضا سمعت القتلة مالتي هسا النواب هم أنواع نعم هسا النواب أقول لك عنا 328 محصوم أقول لك شذب لا أقول لك نواب فاسدين نعم إشقيد عددهم يعني إن شاء الله يكون قليل هسا هذا النائب الفاسد مرات يستخدمها اللجنة التحقيقية للابتزاز يستخدمها لأخذ رشوة يستخدمها لتحقيق مصالح شخصية بس أكون نائب لا والله أكون نائب له أبو من اللجنة مو كتلت السياسية له أخوه يروح بعد يحقق ووصل الملف إلى ما لنهاية وصارت وجامع نضغط علينا مكتلنا السياسية وعفنا كتلنا السياسية وقدمنا الملف بعد إحنا مثلا أنا اليوم مكمل ملف سلمت تقرير نهائي بعد نشاط 8 أشهر تقريبا لجنة اليوم سلمت هيئة الرئاسة عن شنو حول شبهات فساد في داخل حتى المواطن يطمئني يقول عندي لجنة نشطة تشتغل بالبرلمان العراقي ننطينا شنو هذا الملف شبهة فساد في داخل مجلس النواب نعم انثارت بالفترة الأخيرة تدريني اليوم اللي يريد يحاسب الآخرين لازم يحاسب نفسه بالمدائرة نعم فإحنا مجلس النواب حتى نحاسب الحكومة على فساد يعني أنت تقصد الدائرة الإعلامية لا لا مو دائرة يعني ديوان ديوان مجلس النواب نعم يعني عندنا مثلا قاع رقم ثلاثة نعم عندنا مثلا الـ SNG الشراء بمليون دولار عندنا الدائرة الإعلامية وترميمها عندنا قاع رقم أربعة هذه ملفات شبهة الفساد ما نقول فساد نعم احنا حققنا بيها مجموعة من النواب واليوم اللي هو توصلنا إلى نتائج باهرة بعد دراسة مستفيضة بعد مقابلات بعد ملفات صدق ستهايفة موضوع قاع رقم ثلاثة حسنا يقول جوز واحد يقول شون قاع رقم ثلاثة نعم قاع رقم ثلاثة يمكن عدد الملفات يصل بيها أكثر من 3000 ورقة نعم احنا جامعينها ونحقق بيها وبتفاصيلها يعني متسقل سياسي أبدا عدنا اليوم لجنة على التي بي آي عدنا لجنة مثلا لغسيل الأموال اليوم كنا مجتمعين اليوم مع السيد مفتش العام مع الوزارة المالية وديوان رقابة المالية ومعاون المدير مصرف الرافدين البارحة مدير عام مصرف الرافدين على مصرف التآفري ونكمل حديثنا سياد النائب مشاهدينا فاصل ونعودوا لكم حلم الطفولة نهر وشجر وبيت والحلم يكبر يجمع عبق الطبيعة ومتعة التسوق وروعة مناظر الزوارق في نار والشوق لنخيل شط العرب مدينة الأندلس السكنية مستوحام اللوحة فنية لحلم الحائلات بالعيش الرغيط مدينة الأندلس السكنية الحلم أصبح حقيقة أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل أستاذ حيدر أريد نعرف ليش هذه الملفات ما تذهب رأسا للقضاء يعني ليش هذه يعني المدة الزمنية يعني أكو لجان مختصة بالقضاء في التحقيق والتحري ليش ما تذهب هذه الملفات رأسا لهذه اللجان يعني ليش باقية للمزايدات يعني اليوم بعض الكتل السياسية مو كلهم لكن بعضهم تستخدمها ورقة تسقيط سياسي هذا اللي دفعني في البداية من قتلك نعيش في مربع صراع السلطة وليس في مربع صراع من أجل بناء الدولة هذا اللي بسبب أننا لم نستكمل بناء مؤسسات الدولة ولم نستكمل تشريع منظومة القوانين التي من شأنها في حال تشريعها أن تكمل هيكلية الدولة العراقية هذه بمجملها يعني خلت المناخ مو إيجابي عدم الفهم يعني أنا أرجع أقول عدم فهم لا من قبل يؤسفني أقول لا من قبل بعض وسائل الإعلام لا من قبل التي لعبت دور في تسويق إلى الشارع العراقي الكثير من المفاهيم التي لو كانت مهنية لو وصلت مفاهيم مهنية ولكن لو كانت لديها أجندات أو انطلقت من جهل معين وبالنتيجة ستوصل أيضا معلومة خاطئة إلى الناس الرقابة هي يعني السياسية أرجع أقول رقابة مجلس النواب ليست رقابة قانونية رقابة سياسية هدفها التقويم يعني ليس كل ملف ليس كل ملف يعني رقابة أنه لازم يروح نريد رقابة ننظر للجميع ليس بالضرورة كل ملف يروح للقضاء وعلى العكس هناك الكثير من الملفات الكثير من اللجان عندما تترشح لديها معلومات أو شبهة فساد فحينها تحولها إلى هيئة النزاهة أو تحولها إلى السلطات القضائية يعني هذه العملية موجودة مو غير موجودة ولكن منظومة الفساد دائما أقول المؤسسة الوحيدة التي بنيت في العراق بعد 2003 لحد يومنا هذا وبنيت على أسس رصينة هي ماثيات الفساد استطاعت أن ترصن نفسها استشعرت أن ترصين نفسها يحتاج لها أن تتجاوز القضية الطائفية والقضية القومية والقضية ولذلك في هذه المؤسسة حقيقة كانت أذكى من الكتل السياسية وحدة وطنية صارت بها وحدة وطنية تجاوزت الاصطفافات في أبعادها الطائفية والأثنية تجاوزت عقد النظام السابق تصالحت مع بعضها قسم من التجار الذين كانوا من أصدقاء النظام السابق أصبحوا بين ليلة وضحاها أصدقاء النظام الجديد مؤسسة ذكية حقيقة كانت أذكى من الكتل السياسية التي ما زالت ترنح في مربع شرع السلطة بغطاء سياسي طبعا بغطاء سياسي بغطاء ديني أكو قسم من العمائم متورطة في هذا الموضوع لحد الآن أنا أذكر النائب سامي العسكري كان لديه كلمة جدا رائعة قال قسم اللي كانوا يوقفون على المنابر يتكلمون عن امتيازات أعضاء مجلس النواب لديهم أضعاف مضاعفة من امتيازات مجلس النواب كان قبل عندنا الرجل الحسينية ورجل الجامع نسميه رجل خير مسكين هاليوم أصبحت عندهم ثروات كبيرة حقيقة فلذلك بغطاء ديني أنا ما دا أقول كلهم العفوان مثل ما قسم من الكتل السياسية لن التعميم بكل تأكيد حالة خاطئة هناك سياسيين قلبهم على البلد وهناك من هو متورط بالفساد وهناك رجالين قلبهم على البلد وهناك رجالين متورطين في هذه العملية المال السائب يعلم على الفساد هاي مشكلة بسبب أننا ما زلنا حتى بالتوصيق ما علينا أن نقول النظام السابق والعملية السياسية حتى لا نستطيع أن نقول النظام الجديد لأننا لم نستكمل بناء مؤسسات الدولة حتى نتحول إلى نظاما جديدا لكن أمنيت المواطن العراقي أستاذ حيدر أمنيت المواطن العراقي وإن أتحدث يمكن أثير غضبك بس أنا أتحدث بسام مواطن أمنيت هذا المواطن تحت قبة البرلمان يحاسب البرلمان واحد فاسد ويقيله القل ترفع أصواتها ويقيل هذا الفاسد لهذا اليوم بالبرلمان العراقي ما قلنا فاسد الحمد لله والشكر للبرحة البرلمان قال مزور مش عن الجبوري الحمد لله والشكر للبرحة عندما ترشحها أنه وقام بعملية تزوير لكن أجل تتكلم بأغراض سياسية يعني توافع سياسية نعم ليش توافع إجتي من المرجعية اللي هي وزارة التربية ومن مفوضية الانتخابات قالوا ثبت لدينا أنه مزور وغير حاصل على الشهادة الإعدادية وقام البرلمان بطرده من مجلس النواب ليش المثالي ذكرت البارحة تحقق في مجلس النواب يعني هذه خطوة إيجابية لانا قلت خبلي شوي دا تقولين ليش مجلس النواب البارحة سواها مجلس النواب أي تقولت اليوم سواها أول بارحة سواها مجلس النواب يعني هذه أول خطوة يتخذ مجلس النواب لإقالة بعض ما تحدثت عنهم دانا كان عمي جدا واضح قلت عندما جاءت من المرجعيات الرسمية مثل هذه الكتب بس ممكن هدس الحالات ممكن هدس الحالات ممكن هدس الحالة شخصية وفردية لا 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 مفردية لا أنا أريد أتحدث عن اللي سرق من المزارات واليوم يطالب بوزارات ثانية حتى يرجع لا حريح السؤال هل مش عن الجبوري وحده المزور الجواب كلا هناك الآن لو تجيين تفتحين الملث بموضوعية وأتمنى على وزارة التابعبية وأتمنى على المفوضية أيضا نفس الشي أن تفتح أنه كم واحد لحد الآن ما نقدم شهادة الدراسية نعم أيضا هناك الكثيرين يعني ليس المزور الوحيد مش عن الجبوري مش عن مزور ثبت عليه التزوير نعم ليش بس على المشعان ثبت هو هذا اللي أقول أكو مرجعيات المفروض أتمنى اليوم على المفوضية في أن تفتح هذا الملف ونحن أيضا هذا نقصد مجلس نواب صوت مرة وما صار يعني اللجنة العليا للنازحين مثلا مصار تصويت بداخل مجلس النواب نعم وكان هناك تقرير بأنه أكو فسات في هذه اللجنة مصوتنا على حل هذه اللجنة واللجنة لحد الآن تعمل نعم تقصد لجنة صالح المطلق تحدث كل صراحة حدث المواطنين والحكومة ضربت القرار ما يتنب عرض الحاوض وما أخذت به لحد الآن اللجنة تعمل وكانت هناك لجنة برئاسة النائب الثاني التسويات خلو بعدين شو صلنا يعني أقول مجلس النواب اتخذ القرار بس الحكومة ما مش هاتي بهذا القرار خليني أنتقل للنائب أستاذ علي أستاذ علي شن هو الحل برأيك لوضع عالية تكشف المذنبين والمقصرين دون رجوع إلى الكتل السياسية المتنازعة اللي يدبحون بنزاعاتهم والله نعم شو به ستيفاء بصراحة اليوم احنا في مجلس النواب القضية اللي يريد نمررها نمرها والقضية اللي ما يسر عليها اتفاق ما تمرر يعني عاشل سانك هي هاي حقيقة أنا أحكي لي لأنه اليوم الشارع مو بمعزل عن مجلس النواب اليوم أكو 328 نائب كل واحد يطلع من مجلس النواب يروح يسولف لأصدقاءه وأهله وقاعدته وأيضا إنا تطلع على الجلسات بشكل علني وإحنا طالبنا طبعا بالمناسبة أن تكون الجلسات بشكل سري حتى لا تكون هناك مزايدة داخل مجلس النواب لكن رئيس المجلس ما عرف ليش يعني ما يمشي بتواقع النواب اللي جاوز عددهم أكثر من 100 واحد لذلك أنا أعتقد اليوم كثير من القضايا ناقشنا في مجلس النواب كما ذكر يعني دكتور هيثم لكن مثلا قضية دكتور صالح المطلق كانت هناك الكثير من المطالبات بحل هذه اللجنة التي قد يثبت يعني فساد في هذا الملث لكن الحكومة وأيضا مجلس النواب نفسه حاول يبعد هذا الموضوع عن جدول أعمال اليوم قضية يعني مشعان الجبوري صحيح اليوم مشعان الجبوري ثبت أنه مزور وخرج بطريقة يعني صحيحة لأنه لم يستوفي شروط الشكلية وبالتالي طلع لكن اليوم لماذا يعني صار يعني الحاح وإصرار على قضية سيد مشعان الجبوري من قبل رئيس المجلس فأكو بعد غير موجود الفاسدين جيد إحنا إذا نتعامل مع الفساد بشكل يعني عادي لهذا هو جيد نحن نريد نحن نريد أيضا أنتوا يعني كفرلمانيين تنظرون للكل يعني سواسية يعني وبعين وحدة يعني هذا اليوم نحتاج أنه إذا أكو بالفعل هناك فاسدين أنه تحاسبوهم تحت قبة الفرلمان ومثل ما حاسبتم مشعان الجبوري وأيضا يعني مثل ما تكلم حيدر الملة أنه أكو هناك يعني شخصيات فرلمانية نفس حالة مشعان الجبوري لا ستها薄 إحنا اليوم ما حاسبنا مشعان الجبوري مشعان الجبوري تم إقال CORSE بنغاية الفرلمان سيد النائب نعم نعم أكون صارح معاك مشعان الجبوري فقد أحد شروط دخول الانتخابات وهي شهادة الإعدادية ولهذا تم إقال يعني هو مقال تماما بدون ما إحنا حتى لما ندخله مقال بهذا طبعا الشرط اللي لازم يتوفر بكل نائب أقول اليوم نحن يحتاج أن نتعامل مع كل ملفات بشكل عادل هناك تسويف لبعض الملفات اتحدث بكل صلاح أنا والله لو سيليني وحدة من الملفات اللي نفترض نفعلها نفعل موضوع الاتصالات والمعلوماتية وأيضا شبكة الإعلام اليوم الإعلام يحاول أن يظهر الصورة السيئة والظلموية عن بلدنا وعن المجلس النواب ويتهم الكثير طبعا أنت حضرتش من البداية حديث اجتحد الآن ما ذكرت في حالة إيجابية لمجلس النواب وذكرت الحالات السلبية إذا ما تهمتنا استاذ علي أنت تعرف أنه نحن كالقناة رشيد وأنا بالذات أنه حياديين ما هو حياديين لا نتكلم بلسان مواطن أنا أتكلم من بداية العملية السياسية إلى هذا اليوم المواطن العراقي يريد يشعر أنه هناك برلمان قوي حاسب المفسدين وهو يعني المنصة الشرعية لمعاقبة المفسدين صحيح وهذا اليوم يعني ها نتكلم عنه صحيح صحيح نحن نحفزكم كبرلمانين حتى تحاسبون المفسدين ست هيفا كون تميزين عمل مجلس النواب اليوم مو عمل بوليسي إحنا اليوم مو شغلنا نجي نسوي مرافعات لا بس سبحيلي ما طالبي منك عمل بوليسي قال بي منكم كبرلمانين تكشفون المفسدين وتقلولي واحد مفسد بتصويت كل أعضاء البرلمان بدون ما يرجع للحزب ما لتو ولا للطائفة خلي أوضح الموضوع اليوم إحنا مو قضاءت حتى نجي نجمع عادلة ونجي نتخذ يعني خلنقول إجراءات قانونية وفق مادة فلانية أو نص فلاني اليوم إحنا في مجلس النواب عزلوا الليجان عزلوا الليجان وخلوها للليجان والله أنا لا أبيدي ما أخلي الليجان يعني الليجان ما أخلي كل ملف موجود عندنا روح نصنفها للجهات المختصة إذا كان يريد يروح للقضاء ويروح للنزاهة ولا خلنقول يعني جهة فلانية مختصة وهذا الأفضل إحنا اليوم صراحة ملتهين بهذه الليجان اللي هي ما رح تجيب نتائج إيجابية وتاركين عملنا الأساسي اللي هو تشريع القوانين مثل ما ذكر السيد حيدر الملة اليوم إحنا إذا جئنا رتبنا حياتنا السياسية والاقتصادية والمدنية وحتى الثقافية بالعراق لابد أن نشرع قوانين هاي القوانين صارت سكة يمشى عليها الشعب العراقي وهيضا الحكومة العراقية اليوم ليش صاير عندنا اليوم يعني مشكلة في خلنقول يعني العمل السياسي وغيره لأنه ما عندنا قوانين استدلال حتى القوانين اللي موجودة عندنا اليوم أكو تعارض ما بينها أخذ على سبيل المثال اليوم مجالس المحافظات تعمل بقوانين ولا تقبل أن تضطي صراحية للحكومة الاتحادية والحكومة الاتحادية تحاول أن تسيطر على كل القوانين ولا تعطي يعني دور للحكومات المحلية واليوم احنا فيه دوامة منها النزاع والمحكمة الاتحادية وأيضا المحكمة الإدارية نفتح اليوم بس تضيما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات شنو اللي بقى بدون محاصصة شنو اللي بقى يعني هسا حتى الهيئات المستقلة يعني صارت محاصصة المشكلة مو بالمحاصصة المحاصصة حق شرعي اليوم أنا كتلة سياسية حصلت على أغلبية من الجمهور قدرت أخذ خمس وزارة سيد وزارة هذا استحقاقي ستة هيفاء اليوم القضية مو قضية الاستحقاقات اليوم المشكلة بحسن الأداء يعني شكوا بيه اليوم أنه أنا كتلة سياسية عندي خمس وزارة وذول الخمس وزارة يشتغلون شغل عدل خوة جيد شكوا بيه جيد إذا جيت اختاريت وأحسنت الاختيار المشكلة اليوم وبكل واحد يأخذ استحقاقها اليوم احنا ممثلين الشعب والشعب شيريد يريد حكومة تتمثل مثلا بسيد العبادي جيد يجي السيد العبادي لكن ننتظر مثلا من السيد العبادي أن يحسن الأداء من خلال يعني أن يجيب مثلا كابينة جيدة ووزارة جيدين ويراقب مثلا أداء هاي الكابينة ونحن أيضا في مجلس النواب يعني نراقب هذا الدول لكن الدكتور حيد العبادي يعني أيضا يواجه ضغوطات كبيرة من الكتل السياسية يعني بسبب المحاصصة يعني ما يعرفون الرجال يشتغل للحال يعني حتى يقدر يحقق نجاحات على أرض الواقع سيادة النائب جيد أنت مواكفة لا جانبين جيد خليني أنتقل سيادة النائب إلى السيد هيثم الجبوري سيد هيثم ليش اللجان أيضا بيها محاصصة يعني شنو السبب يعني ليش ما نعتمد يعني المهنية والاختصاص في هذه اللجان يعني كلجان تحقق تحقيق لو لجان برلمانية ثابتة لا لا تحقيق يعني أنتوا تعرفون لحد الآن ما عندنا ثقة احنا لا كمكون بمكون ولا ككتلة سياسية بكتلة سياسية فحتما هذا الوزير أو اللجنة أو الوزارة هي تابعة إلى كتلة سياسية معينة أو إلى مكون معين وبالتالي يعني عندما تكون اللجنة تحقيقية من مكون واحد يعني ليس ما كثقة طيب أكيد ما كثقة يعني فلذا إحنا لو أكثقة شأن هذه المشاكل كلها نحلت بس إحنا غير أن يكون أزمة ثقة إحنا القانون الآن من ينكتبين كتبوا وكأنه أكو صراع دول ببياناتنا وواحد يخاف من الثاني ونقرأ ما بين الأسطر ونقرأ الكلمات ونقرأ بأنه هذه أثر على السني لو أثر على الشيعي أثر على الكوردي لو أثر على التركوماني لو أثر على المدري الشنوب وبالتالي إحنا داخلين بهذه المعمعة وناسين الأصل القضية اللي إحنا المفروض نشتغل عليها يعني هاي أكبر مشكلة تواجهة أي ثنيين إحنا أبداً ما نحتمل على الكفاءة لا بتشكيل الوزارات ولا بتشكيل اللجان البرلمانية ثابتة يعني نحتمل على الولاء كل ما يكون الإنسان ولاء إلى مكونة ولاء إلى كتلتها سياسية وحزبها أكبر هو مفضل نعم أحب أشكرك أستاذ هيتم على هاي صراحتك يعني أتمنى كل النواب يحكونا به هاي صراحة شكراً جزيلاً لك فلذلك يعني شوفيني الآن عندنا شهادات كبيرة عندنا خبرة كبيرة ولكن مركونة لأنه مهنية ولأنه حيادية ولأنه غير طائفية نعم يعني كنا المفترض أن يأتون به عنده ولاء مطلق مثل ما قتلتش وعنده طائفية مقيتة باتجاه معينة نعم يعني حتى المستشارين اليوم من يجون لازم يكون يعني يعني ولاءه لجهة معينة يعني مع العلم أنه المستشار يجب أن يكون مهني صدق ستهايفاء حتى الاستشارة الآن الصير في أغلب الوزارات وفي أغلب المؤسسات المستشار يقرأ بالليراس المسؤول شو نريد نعم ويجي جاملة بما يريد لا بما يقول القانون وبما يقول الدستور يعني لهذا البلد خراب يعني سبب يعني سبب يعني سبب يقول دزيت على المستشار القانوني فسألت عن قضية يقول وما يعرف أن هذه القضية متبنيها يقول أن طاني عشر نقاط بأن هذه القضية هي مخالفة للدستور وللقانون نعم فيقول غضبت عليه فيقول قلنا أنت تريتها يقول قلت لهي فقلنا أنطيني ساعتين يقول ورا ساعتين رجع جاب لي عشر نقاط بأنه هذا التوجه مالتي مطابق للدستور ومطابق للقانون وين المستشار مستشار أمين مفصل على مزاج المسؤول أنت تقول الاستشار المهنية التي هي بها أمانة لشعبك وعملك لمهنيتك أمام الله لكن أستاذ هيتم يعني أنا أشكر صراحتك هذه لكن أريد تنطيني يعني المزاجية التي تكلمت بيها يعني اليوم طلعوا مشعان الجبوري وتحدثت عن لجان تم تسويفها يعني تحدثت عن هذا الموضوع الآن هو حتى القرارات تنبني تنبني على الأساس بأنه هذا قد يأثر على الوضع السياسي نعم مقرود الماء عنده عشيرة الماء عنده عشيرة يندس الله يعينه يدوس مجلس النواب ويدوس القضاء ويدوس الكتلة السياسية والعنده كتلة سياسية تدافع عنه وعنده ناس وكح بداخل مجلس النواب لا هو الله وداحتك يفسد ما يشاء ويفعل ما يشاء ومو حد يقدر يقوله على عينك حاجب هذا لا تتسحشون عنه لأنه هذا يأثر على الوضع السياسي نعم هذا مو كثة لأن الوضع كذا تقصد منه تقصد لجنة النازحين لو تقصد لا صالح أنا دعتش عن مشكل عام حتى لجنة النازحين يعني اليوم تعرفين رئيس لجنة النازحين عنده كتلة سياسية وعنده وزراء وعنده تأثير في داغل العملية السياسية حتماً أكو مصلحة اليوم بأنه مثلاً ما تمشي الأمور مثل ما صوت مجلس النوار نعم وبالتالي يعني تصير مجاملة سياسية على حساب المصلحة العامة نعم كثير من الوزراء رادنا نستجوبهم بالمرحلة السابقة يذكر الأخ أبو جحفر وما قدرنا ليش لأنه كتلة سياسية كانت كبيرة ومنعت بأنه يصير أصلاً استجواب نعم ومنعت بأنه يستمر حالة الاستجواب وراحت هاي القضية من عندنا حتى الآن الاستجواب تذكريني يروح للمحكم ولمحكمة تقرر أنه هذه الاستجواب يصير لما يصير نعم وهذا قضية خطيرة يعني واحدة من الأمور التي سلبت من عندنا هي قضية الاستجواب بأنه المحكمة تقرر أنها استجواب قانوني لو ما قانوني نعم يعني يكون مزاجيات طبعاً يكون مزاجيات سيد حيدر يكون مزاجيات يعني يعني هذا اليوم مزاجيات وهناك لجان أو هناك قضايا سوفت يعني وتستثني الكبار من السياسة أنت سألت سؤال كل شموها وقلت لماذا شنو السبب لماذا لا نعتمد على الكفاءة مو قبل شوي نعم وقلت قبل أنا أعبر عن رأيي الناس الدولة البرلمانية ما تبدأ من تاريخ أداء القسم في مجلس النواب الدولة البرلمانية تبدأ من لحظة التصويت والذهاب إلى صناديق الاختراع نعم الناس مع الأسف يعني أنت تقولين الناس الطالب لكن ماذا تتحمل مسؤوليتها وماذا تذهب إلى صناديق الاختراع حتى تنتخب الكفو تتروح تتبع فتوى السيد وفتوى الشيخ وفتوى المرجعية وفتوى إمام الجامع واللي يحشي لها بالطائفية واللي يحشي لها بالقسم قومية ويروح ينطي صوته لأنه هذا من طائفته ماذا يفكرون بالكفاءة فلما تطلع طبقه ليش ما نقول السياسيين اللي غذوا هذا المجتمع بالطائفية والناس وين هم الناس يعني الناس تتقشمرت بأول دورة وتتقشمر بثاني دورة وتتقشمر بثالث دورة إذن هذا اللي يقشمرهم ويغذيهم ما وعوا ورث مع السنة ما وعوا أنه اللي يقول اللي ده أحكي باسم المظلومية هو ازداده مظلومية وبالنتيجة تحولوا إلى ثروات يعني ذاك يعني خوفوهم بالطائفية وققلوا أن يلجأون للطائفة معهم قلتهم فالنموذج كل شيء يعني قلتهم الآن مقارنة فعلا ذول انتقموا لكم من صدام حسين لكن انتقموا شون أنه قال لكم صدام حسين عنده قصر إحنا صار عندنا ثلاث قصور صدام حسين عنده قصور ببغداد إحنا صار عندنا قصور قصور في لندن وفي بغداد لكن المظلوم ظل مظلوم روحي شوفي هاي طلعي من البغداد أوصلي للبصرة والله البصرة غير صالحة للعيش الحيواني مو غير صالحة للعيش البشري إحناك لاكوا بعثين ولاكوا داعش ولاكوا صدامين ولاكوا من يريدون يعودون عقارب الساعة للورا وحتى سنة ماكوا حتى سنة ناكا اتجرناهم فلذلك اليوم تبدأ الدورة مثل ما قتلك تبدأ من مسؤولية الناس لما تروح تنتخب على أساس الكفاءة مو على أساس وعي كامل الطائفية حينها راح تخرج لذلك اليوم وحدة تخرج اللي يجي باسمها الطائفية واللي يجي ما حاسبين حسابات الكفاءة العلمية لذلك سرجهل وحدة ذكرت الآن خلاص لا لا في 30 ثانية ذكرت الكثير لجنة النازحين لحد الآن أتمنى واحد يحكي لي بعلمية في قضية لجنة النازح لحد الآن مثل ما تفضلت أستاذ حيثم يقول صوتنا زين يا بم وأنت أكو إدراك لطبيعة عملها أكو فهم أنه يا بم اللجنة أكو فرق بين تخصص لها فلوس وبين تستلم فلوس حقيقية لحد الآن يمكن 3-4 أعضاء مجلس النواب اللي يصوتوا ما يدرك أنه الفلوس اللي تخصصت لحد الآن بالضبط هي 50% من أده واستلمت لحد الآن مزارة المالية ترفض أعطاء لحد الآن مدى نفهم أنه هذا أعداد النازحين تزداد وبالنتيجة لازم يصر لجنة تُعنى بمسؤوليتهم تها الوقت كلمة وحدة أستاذ هيتم خلاص الوقت يعني أنا أتمنى حقيقة كلش متوافقة اللي يتفضل بيوم جحفر الناس حتى تحاسب عليها أن تختار صح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تختار صح أشكر ضيوفي وبالختام عندي كلمة للأسف كل شي بهذا البلد خضع للمحاصصة وللتقسين مئات اللي جانش شكلت ولا وحدة طلعت بنتيجة لأن أكيد المتورطين شخصيات زياسية وواحد يضب للثاني وباقين إحنا ما ندري شنو السالفة والله ما ندري شنو السالفة الفصل التشريعي انتهى وأكيد راح تاخدون إجازة بالعافية عليكم بس نتمنى هاي الإجازة تقضوها بين الناس وبين النازحين بين أهلكم بالوسط والجنوب وشوفون احتياجاتهم والتابعون النقص الموجود بالمحافظات ومو تقضوها خارج البلد نتمنى أرواح شبابنا راحت بسبايكر سقوط الموصل صار سنة اللجنة ما تعرض النتائج لأن أكو شخصيات ما تقبل تحضر للتحقيق ولا للمسائلة واليوم لجنة جديدة لسقوط الأنبار تشكيل أي لجنة معنا ضاعة القضية وشفنا وجربنا مئات اللجان وأي نتيجة ماكم وما راح توصلون لأي نتيجة لأن أنتو الممثلين الشعب مختلفين واحد يريد يسقط الثاني أن يتحدث عن البعض مو عن الكل وشفنا العركات اللي صارت بمجلس النوار هم راح تشكلون بيها لجنة تحقيقية وجيب عمر واخذ لجان تحقيقية ما تخلص بهذا البلد تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر